يسعد أوقاتكم إن شاء الله يارب تكونوا بخير وصحتكم كويسة مثل موعدكم اليوم رح أعملكم أو دلكم على طريقة أو حتى تستانسوا الطريقة لعمل معقم لليدين بهذا الوقت يعني اللي مفؤودة فيه معقمات الإيدين أو يعني صايرة صعبة شوين لقيها بالسوق طبعاً هاد من الأشياء اللي كتير مهمة اللي ممكن نحن نستعملها بحياتنا اليومية بوجود فيروس كورونا الله يعني يبعدوا عننا وعنكم يا رب وتنتهي يعني هاي الموجة من الهلع والوباء اللي موجود بالعالم أتمنى من رب العالمين السلام للجميع والحفظ لكل الإنسانية بهذا الفيديو رح هيكون بدنا طبعاً قلت لكم فيكن تستعملوه بالحياة اليومية دائماً بالحمام فيكن تستعملوه هذا السبري البخاخ رح يكون بدنا بخاخة أو يطلع لنا هالسائل بعد من ساويه بدنا كحول إيزو تروبيل أو إذا مالقينا إيتانول 99.9 أو إيتانول 96 يعني 96 أو 99.9 الأفضل وعلى أن يكون هذا المزيج نسبة الكحول فيه حتماً أكتر من 75% ليش؟ لأنه إذا أقل من هيك مبعود فعال ممكن الناس تستعمل 60% للكولونيا ممكن أكتر من هيك شوي بس ليكون فعال وقوي بدنا يكون نسبة الكحول أكتر من 75% والأفضل فوق 90% الأفضل طبعاً اللي نسبته 96% فيه نسبة 4% ما بهيك حالة المفروض نستعمل زيت زيت أسنشل أويل من الزيوت أو اللي مضادة للبكتيريا يلي عنده أوبتيفين كتير منيح يحط فيه لهذه الخلطة من 8 إلى 10 نقاط واللي ما عنده بيستعمل زيت الإرفة أو بيستعمل زيت الزعتر أو الأوريغانو أو بيستعمل زيوت الكينة زيت الكينة هو من الزيوت يلي مضادة للبكتيريا هذا بالنسبة لإذا بدنا نكون فيه رائحة أو شي حامي إذا كان نسبة الكحول 96% يعني هاي الأربعة بالمئة لأنه فيه مي ضروري يكون فيه كمان يعني أنتباك وأحياناً ما منضطر أنه نستعمل يعني إذا كان نسبة المي أكتر من هيك بيكون ضروري نستعمل الأنتباك ولكن كوننا نحن عم نعمل معقم الأفضل أن يكون هيك كطريقة أنه نساوي فيه هذا المعقم إيزوتروبيل الكحول أو إيتانول 96% أو 99.9% أو 90% يعني هول الأشياء المفضلة وبنستعمل معلقتين شاي جليسرين أو جليسرول يلي عنده وإذا ملقينا واضطرينا إذا ملقينا جليسرين يلي ما عنده جليسرين ممكن يستعمل يصل وصفة ولكن مجرد ما يخلص التعقيم بده يستعمل مرتب على إيديه أكيد هاي الوصفات هلأ كترانة وأتمنى أنه توصل لكل الناس يلي ما عنده استطاعة أنه تعمل أو تشتري معقم أو ما أنا قادر أن تلاقي بالسوق سأترككم مع الفيديو كيف ممكن يعني نعمل هذا المعقم كونوا بخير ومع الفيديو السلام عليكم ورحمة الله هون بيلزمنا معلقتين شاي جليسرين مثل ما قلنا ممكن ثلاث معلق من هاي المعلقة بيلزمنا بحدود أربعة تقريبا أربعة معلق وخمسة يعني لأنه هاي مانا عميئة بيلزمنا الإيزو بروبيل أو الإيتانول 96% أو الإيزو بروبيل كحول الإيزو بروبيل وبلزمنا وعاء لحتى نخلط فيه بلزمنا الإيزو بروبيل يلي حكينا عنه يلي أنا رح استعمل هلأ اللفندر بهذا الخليط كمان بيلزمكن شيء تعبوا فيه السائل مثل هاي السحاحة يعني يمكن تكون أسهل مثلا لحتى يطلع منا ممكن يكون بخاخة أو يعني هاي الشيء أنتو بترتقوه بعد هاي رح استعمل بهاي الخلطة حاليا للناس اللي يعني عشان ما تتلبك رح استعمل بحدود الميت ميلي بهاي الخلطة هيك باخد من الكحول الإيزو بروبيلي 90 90 جرام وانتو بتضيفو كيف ما بدكن قد ما بدكن 93 ما بيأثر لأنه أصلا الجليسارين ما رح يكون كتير تقيل وبناخد أربع معالق جليسارين أو خمسة هيك تنتين تقريبا بس لحتى هذا يضطر الإيدين لأن الكحول بنشف الإيدين أربعة أو خمسة هاي حطينا الجليسارين يلي ما عنده جليسارين ممكن يستعمل إذا ما لقى دي بروبيلين جليكول كويس بس مو متل الجليسارين لطروة الإيدين ممكن يستعمل فرنكشناتد كوكونات أويل يعني زيت جواز الهند المعالج هلا هون بناخد 10 أطرات بتمنى أنه ما تزيدوا لحشان بهالوقت هذا لا يصير في حساسية ويكون خليط تقيل هلا هيك 97 ملي ممكن نزيدوا كحول شوي ليصيروا 100 ملي بنكتفي هلا هون هلا عندي أنا هذا الاستيرر ممكن أنتو تخلطو بالمعلقة نجيبوا المعلقة تخلطو أو تستعملوا الاستيرر يلي عندو استيرر يعني بيخلط هاي المواد نجيب معلقة بنجيب معلقة بنخلطهم منيح بس نخلص بعض الخليط بنضيفهم للوعاء يلي بدن نستعملوا ممكن بخاخ ممكن هذا وهيك هيك عندي معقم يلي ما بيلاقي مثل ما قالنا الجليسارين أو الجليسارول بيستعمل أو زيت جوز الهند المعالج لحتى يدوب مع الكحول لأنه زيت جوز الهند العادي ما بيدوب مع الكحول ممكن يستعمل نفس الوصفة بس بعد ما يغسل إيديه بيستعمل بعدها أي مرتب بريحة أو بدون ريحة وهاي هيك وإيدين يعني طرايا وعقمنا إيدينا بعد طبعا ما نغسلهم جيدا بها الظروف هاي يلي ممكن مثلا نغسل إيدينا لمدة مثلا دقيقة أرضل وريحة لطيفة وجميلة وإن شاء الله يا رب مشافين وربي سبحانه وتعالى يحميكم ويبعد عنكم كل أزى وكل ضرر وعن كل الإنسانية بأمان الله موسيقى موسيقى